الله وبركاته. طلب الثالث عددي. نهارنا ان شاء الله نشترا مع بعض الدرس الثاني في الوحدة التانية اللي هو ناخد فيه حاجة اسمها الدلة الكسرية الجبرية. او بلد الكسر الجبري. حبيب بلد ما انا افدنا قلده هده مصطر حاجة اسمها الكسر والعداد. حاجة اسمها عدد نسبي. والعدادي. نحتفقنا على ان المقام العدد النسبي هو لا يسوي صف. يبقى انت عند الوقت انت عندك دلة كسرية. يعني بس على مقام. بس همه حاجة عندك المقام ده ما يكونش بصف. فعشان كده اهم حاجة في الوقت كلها. تقدر تجيب مجال الكسر الجبري. يعني يا مصطر الارقام كلناها معدل الارقام اللي بتخلي المقام الصفري. بقى مصطر تاني. فيه حاجة اسمها كسر جبري. كسر جبري او كسر على مصطر. اهم شرطة لمسألة الكسر الجبري ان المقام ما يكونش بصف. وعشان المقام ما يكونش بصف. فيه حاجة اسمها مجال الكسر الجبري. انت بتعمل يعني يا مصطر مجال الكسر الجبري. يعني أرقام سين كلها معدر القيمة اللي بتخلي السين صفرة المقامة. معدر قيمة اللي بتخلي المقامة الصفرة. فدلوقتي اهم حاجة عندي في الوقتها كلها اني لما يكون عندك كسر الجبري ازاي تقمر تجيب مجال الكسر الجبري. قالت المجال بتاع الكسر الجبري مع بعضاً حق فرق مجموع اصفار المقامة. مع مجال الكسر الجبري بيسوي حق فرق ايه? مجموعة اصفار المقامة. خدنا نحصة اللي فاتت او خدنا نتخلنا الدلس اللي فات ازاي بنقدر نجيب اصفار الحاجة عشان تيجيب اصفار المقامة او اصفار الدلب. بتسوي الدلب صفر او المقام بصفر على سبيل الوسائل. في سؤال بيقول ايه? عين المجال الدوالية. ديها مصطر جبري. المقام عندي كامل سين زائد اتنين. ايه اصفاره؟ لو انت مش عارف تجيب اصفاره? صفر. يعني سين زائد اتنين بتسوي صفر. يبقى سين تسوي سليب اثنين. يبقى اصفار المقام سليب اثنين. يبقى مصطر مجال اول واحدة حق فرق الاسفار. يبقى المجال هنال اصفر بكان محق فرق اسفار المقام اللي هو سليب اثنين. هنشوف اللي بعدها يا مصطر. قال لك خلاص بهم كل مرة هتعملات ممكن تجيبها الموضحة قراطون. يعني مسلا سنة اربعة من ستاشر بتحلل. هتبقى سنة مصطر بقعة في سنة زي انقل بقعة. او مش مشكلة وقتنا ما بتعلم. يا انا عندي المقام هنا يا مصطر عايزة اجيب مجال هنزل كسر الجبري. اهما حاجة عندي اعارف ان المجال هافركم مجموعة اسفر المقام. يا فين يا مصطر زي انجيب اسفر المقام هنزوي بالصفر. يبقى سنة اربعة ستاشر بتساوي الصفر. هنحلل او نعد ستاشر بعكس الاشار ابراختها. يبقى مصطر هنحلل هانو. سنة اربعة سنة في سنة. ستاشر اربعة في اربعة مرة موجب ومرة سالب. يبقى سنة دي يا مصطر الفكوس الاول باربعة. وسنة الفكوس التاني بسنة باربعة. يبقى اسفر الوقام كان مكام اربعة بسنة باربعة هي الاسفار. يبقى المجال دي يا مصطر عبارة عن ايه عبارة عن حق فرق الاسفار. اللي هي اربعة. وسنة اربعة. تعال بصتر مشكركم ثلاثة مع بعض. قال لك اخلي بالقلبي. فانت عندك عايز تجيب مجالك كسر الجبري. هتقول له مجالك كسر الجبري عبارة عن حق فرق الاسفار المقام. عشان تجيب اسفار المقام هتسويب الصفر. يبقى سنة تربيع. ماقص سنة بيساوي صفر. خد سنة عامل مشارك في التحقوس. سنة تربيع عالسن بسن. ماقص سنة عالسن جواري. يساوي صفر. السنة اللي خارجية دي بصفر. السنة اللي في قوس دي سنة واحد. يبقى قمت السن واحد. يبقى اصفار المقام في المسخل رقم ثلاثة طبقت صفر واحد. يبقى اذا في المجال بتاعها هاتف فرق الاسفار صفر واحد. طب يا مصطر تعانيش ببقى السؤال رقم اربعة. يقول لك او سن زائد ثلاثة عالاربعة. انا مقام عدد سابت. عمره ما يكون صفر. اربعة دي باربعة عمره. يعني اونا اربعة بتساوي صفر ازاي؟ انا مش منطقي يا مصطر. يبقى ازا كان المقام عدد سابت اربعة ثلاثة اخمسة ستة سبعة كمانية. اي رقم يبقى المجال هنا المصطر خاص. في برضو مسألة تانية يجب ولك ايه؟ لو انا عندي مسألة مسألة بتقول لك. نون سين تساوي. سين على سنتر بيع زائد واحد. عايزة جبل مجال مش قال لك هتسوي المقام بصف. يبقى سنتر بيع زائد واحد بتسوي صف. هتعدي واحد بقى عبس الإشارة. سنتر بيع تسوي سلب واحد. احنا خلنا بتاني عدد مشهداش حال. فيش كمية مربعة بتسوي سلب. يبقى المقدار ده هو مستر سنتر بيع زائد واحد. سنتر بيع زائد ثلاثة سنتر بيع زائد سنتر بيع زائد رقم. ده مقدار موقف دائما يعني عمره ما يبديك صف. يبقى المجال هنا مستر بكم بحق برضو. يبقى ازا كان المقام عدد سابت المجال يبقى حق. ازا كان المقام عدد مقدار سنتر بيع زائد ثلاثة سنتر بيع زائد واحد سنتر بيع زائد اربعة منهوش بارك مربعين او هو عبارة عن مجموعة مربعين. كمية مربعة زائد كمية مربعة. المقدار ده مستر عمره ما يبديك سلب ولا صف. هو ما يقدر ننجب دائما يبقى المجال هنا حق. لبقى دلوقتي اخذنا اول فكرة في الدرس ازاي بني اقدر نعلم مجال الكسر الجبري اللي هو حق فرق مجموعة الصفر المقام. يفرض يا مستر عندي كزا كسر جبري. يفرض يا مستر عندي كزا كسر جبري. على سبيل المسال نحن دلوقتي ازاي نعلم. المجال المشرك لكسريين جبريين او اكسر. قلت لك يا حبيب تخلي البلج معك ده. انا عندي هنا دلتين. بسطرة رقم خمسة بيقول لنا عندي بنقود المجال المشرك للدلتين. نون واحد سين بتساوي واحد على سن اصواحد. نون اتنين سن بتساوي ثلاثة على سن تربع نص اربعة. مجال القولة سافر من غير تحليل من غير اي حاجة. هي سن مقص واحد. يبقى اصفر واحد. يبقى مجال نون واحد دي خط فرق. اللي واحد يا مستر. ماشي. انا واحد مقص واحد صفر. يبقى اللي بيخلي المقام صفر هنا الواحد. يبقى مجالها خط فرق واحد. طب دي سن تربع نوصل باعة. عشان تجيب اصفرها. معلش احنا لسا بنتعلم نعقد المقام بصفر. يبقى سن تربية اربعة اتنين في اتنين. مرة بالزائد ومرة بالنطس. يبقى سن دي بكام بالعكس تبقى اتنين. والسن دي مقام اتنين دي بقى سلب اتنين. بقى اصفار الكسر التاني اتنين وسلب اتنين. يبقى مجال الكسر التاني حفر اتنين وسلب اتنين. اذا يا مصدر المجال المشترك للدالتين. عبارة عن ايه يا مصدر? قالك اه حفر مجموعة اصفار وامين. يبقى حفر مجموعة اصفار هناك يا مصدر هناك. الكسر التاني الاصفاره كام وكام اتنين وسلب اتنين. بقى دا يا مصدر المجال المشترك للدالتين جبريتين. او اقصر. يفرض عن ثلاث دوال اربعة دوال. هتجيب مجال كل واحدة فيهم. والمجال المشترك في الاخر عبارة عن ايه. عبارة عن حق فرق مجموعة اصفار ومقامات القصور. الوقت هناخد فكرة تانية خالص اسمها اختزان الكسر الجبري. او اختصار الكسر الجبري. ناخد للوقت الفكرة اسمها اختصار. الكسر الجبري. ناخد مسألة على مصدر من الكتاب. بيقول ايه? اختزل الكسر الجبري الاتي. او اختصر الكسور الجبرية الاتي. لو عندي مسألة بيقول لي سنة تربية يعني اصبعها. على سنة كعيم نارس امني. بيقول لي اختصر الكسر الجبري. خلي بلاج معك. مش نختصر الكسر الاتي بقى اتعوه بعد الوقت انت عارفت ازاي بيطلع المجال. والمجال تحفرك اصفر المقام. عايز اقول لك ان الاخراء حبيبي لما يتكس لجبري حل البسطه. وحل المقام. وهات المجال بعد تختصر. يعني الوقت اول هتعملها هي تحليل بسطه ومقام. لما في تحليل. لما في تحليل هتحلل بسطه ومقام. البسط فرق مربعين. يبقى عبارة عن قوس في قوس. سنتر بيع سنفيسين. اربعة اتنين في اتنين. مرة زال اتنو مرة ناقص. تحت يا مصدر عبارة يعني الاسعة ا Prague التي فرق تجعبين. القوس سغير في قوس كبير. سن تكريب ما هي التكريب سين. تمانية كازية لها التكريب الانية. عشرة في النقص فنوص تبقى في القوس مرتضين اشرة في النقص Chocolate maps. عشرة في النقص هنا نقص يبقى من القوس الصغير منهم اللقص. ببعد ذلك اكمل القوس الكبير. يبقى على سن دي مربعة. سن تربيع. اثنين تربيع في اAir paste. والاربعة بالزاد. دي نقص بالعبارة في حلقة زائد. الخند الخموص بيكون بالعكس دي. زائد. سن في اتنين في اتنين سن. كم يا خميل؟ آه. هكتصل سن واصدين مع سن واصدين مع سن واصدين. دس خالب انا. خلي بالك من ايه? قبل ما تختصها لكاس الجابين طلع حاجة اسمها المجال. المجالية المسطرة عبر عن ايه? حافر اللي تحت وده اللي فوق. ده المجال حافر اللي تحت. حافر في اسفر المنطقة. هنا المسطر سن سنة لب اتنين تبقى سنة لب اتنين. طب غالبا مقدار للثلاثة اللي ناتج من التحليل فرق ممتعبين ومجموع ممتعبين ما بيكون شروع اسفار. يبقى المجال الامسطر حافر في تقوش السباية حافر باتنين. كممكن تحلها ازاي? اه وبخد ايهو عشان تجيب الاسفار هياخد سن تكعيب ناقص تمانية بتتسوي السفر. يبقى سن تكعيب بتتسوي تمانية. ناقض ايهو عشان تجيب التكعيب بقى سنة لب اتنين. وانا انت اصرف كده كده هتتعلم التحليل لان الواحدة كلها مبنية على التحليل. فخلاص انا اسفار هنا كامل اتنين. يبقى المجال بتاعك قبل الاختصار يطلع كامل حبيبية يطلع فرق اتنين. بعد ما جبت المجال اختصر. يعني القوس اللي فوق المقوس اللي تحت لو فيه زي بعض جنهم. هنا هتلاقي فوق كامل سن نقص اتنين. وتحت في سن نقص اتنين. اصبح الفصار بتاعك كامل دلوقتي الكسر الجبري. فوق سن زائد اتنين. وتحت سن تربية زائد اتنين سن زائد اربعة. مسألة كمان ندفل بها الدنيا. رقم اتنين. مسألة بتقولي يا مصطر. سن تربية عناص اربعة. على سن تربية نقص خمسة سن زائد ستة. بيقولي اختصر يتكسر الجبري. وهات مجال. قبل ما تختصر. البسط بتاعك تحافظ خلاص. من كدر المسألة التحليل ممكن تحفظ المسألة خلاص. يعني المسألة تكرر مع سن ترجع نقص اربعة تحافظت. وبعبارة عن سن في سن اربعة اتنين في اتنين مرة زائد ومرة نقص. تاخد نقدر سلاسي في الصيدة مصطر. يبقى عبارة عن سن تربية سن في سن. الستة عايزة على دين بربهم. ستة مجموعهم كمسة اتنين في ثلاثة. المطلق نوجة بالاشارات زائد مثل نص صليب سابق. اه. هذا اختزل دلوقت. سن مقصد اتنين مع سن مقصد اتنين. ولكن قبل ما تتصل طلع المجال. يبقى المجال بيساوي حافرة أصفر المقام. المقام هنا كامل بسن سليب اتنين. يبقى الأصفر باتنين. سن سليب ثلاثة. يبقى الأصفر ثلاثة. اختصر بقى. هتلاقي كوش سن مقصد اتنين في زين تحت شلهم مع بعضهم. معاكش حاجة مشاركة. يبقى الاختصار بتاعها كامل بسن زين اتنين على سن مقصد ثلاثة. بسن رقم ثلاثة. وليكن عندي سين تربيع ناقص سين زادت تسعة. على اتنين سين تجعيب ناقص ١٨ سين. اختصر يلاحك بحل البسط المقام. يبقى أمستر فوق مكبر ثلاثة بسيط. سين تاربيع سين في سين. على دين رقم تسعة مجموعهم ستة. تلاتة في تلاتة. بتسعة والمجموعهم ستة يبقى تلاتة في تلاتة. المطلق موجب الاشارات زالة في النص سالب سالب. تحت امستر. لا يوجد هنا مطلق في سين تجعيب وفي سين. يبقى هنا في مشارك امستر قالت. هنأخذ اثنين دي عامل مشاركة. عشان ١٨ تقفل بقسمة على الاثنين. سين تجعيب وسين. نأخذ السين الاقل لأس مشاركة. نقسم بها. اثنين على الاثنين مع السلامة. سين تجعيب على سين في هالسين تربيع. ناقص ١٨. سين على اثنين سين ١٨. والسين هتروح مع السين. لسا في تكملة تحليل. نقدرنا بمقدار الفرق المربعين لسا باكمل تحليل. فقال لك خلاص. تسيبه مؤقتا. سين منص ثلاثة في سين زائد ثلاثة. على اثنين سين. ده مستر فرق المربعين ها. سين زائد ثلاثة. مستر. مستر.